قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن الأسواق العالمية خسرت نحو 6 تريليون دولار فيما عرف بيوم الاثنين الأسود وأشار إلى أن التوترات الإقليمية والدولية أدت إلى حالة من غياب الثقة وعدم اليقين على الصعيد العالمي مشيرا إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية كان لها تأثير أيضا على مصر اللي حصل في الأسواق العالمية الجمعة بيطلع تقرير في الولايات المتحدة بيوضح أن هناك مشكلة وأن هناك تخوفات من أن الاقتصاد الأمريكي يدخل في مرحلة ركود وضغوط استقبلته أسواق العالم كلها بإضطراب شديد حضراتكم أكيد تبعته يوم الاثنين واللي أطلق عليه الاثنين الأسود في العالم كله أسواق البورصات العالمية يعني فتحت على خسائر هائلة أو نزول كبير جدا الأرقام والتقديرات أنها الخسائر دي وصلت على مستوى العالم أكتر من 6 تريليون دولار وأطلق عليه زي ما قلت لحضراتكم يوم الاثنين الأسود وابتدى يحصل التراب شديد جدا ولكن يعني الحمد لله ابتدى بعدها بتاني يوم ابتدت الأسواق تتعافى ويعني الدنيا تبدأ ترجع مرة أخرى للإستقرار أنا بدي بس حصل إيه في أسبوع واحد وتدعياته إيه على الدولة المصرية يعني عشان يبقى كلنا حاسين بقد إيه صعوبة المشهد وتعقيده علينا كلنا ومدى تأثيره علينا إحنا كمان كحكومة وكدولة في عملية التعامل مع هذه الأزمات اشتركوا في القناة